من أكتر الكلمات اللي بحث عنها المصريين على جوجل خلال الأسبوع اللي فات كانت سعر الدولار لدرجة أنه البحث عنها في اليوم الواحد بيتجاوز لعشر تلاف مرة وطبعا الاهتمام الكبير بسعر الدولار جيب سبب أزمة ارتفاع الأسعار اللي بيعيشها السوق المصري حاليا وده طبعا بسبب جشع كتير من التجار اللي بيحاولوا أنهما يحتكروا السلع وبعدين يرفعوا سعرها بحجة أن الدولار سعره غلي ولكن خلال الأيام الأخيرة الدولة المصرية قامت بكتير من الضربات الأمنية المهمة لكل التجار اللي بيحاولوا أنهما يستغلوا الأزمة على حساب المواطن المصري وخصوصا تجار الدولار والدهب والسلع الغذائية وطبعا الدربات الأمنية دي هيكون لها نتائج مهمة وإيجابية على الأسعار في السوق ولأنه فيه أسئلة كتير قوي عند الناس كان مهم أنهنا نتناقش في الموضوع ده مع الأستاذ محمد رجب الخبير المصرفي وصاحب قناة المصرفي إزاي حضرتك كيف عندك؟ الحمد لله تمامي مبارك الحمد لله كل كويس في البداية عايزين نعرف من حضرتك تأثير الضربات الأمنية الأخيرة على سعر الدولار في السوق السوداء والمفروض أنه حينزل يوصل لكام تقريبه؟ في الفترة الأخيرة طبعا كان فيه حملات أمنية كبيرة على تجار السوق السوداء والناس اللي تتفع عمل في السوق الموازي أو خارج القطاع المصرفي بمعنى أكثر وطبعا زي ما احنا عارفين أن الكلام ده مجرب من القانون من البنك المركزي فبالتالي كان فيه حملات أمنية واسعة في الفترة الأخيرة وابتداءا من يوم الخميس اللي فات كان سعر الدولار في السوق السوداء وصل لمستويات كبيرة جدا وصل لمستويات 73 و 74 جنيه مع الضربات الأمنية وكان فيه قضايا بحوالي يعني فيه يوم واحد لوحده كان فيه 26 عملية ضبط لتجار السوق السوداء الحملات الأمنية الكبيرة دي كلها وصلت السعر أنهما دلوقتي مع الأخبار اللي جات بالاستثمارات اللي تجيب في الفترة المقبلة كل ده وصلوا لـ 53 و 52 جنيه يعني أكثر من 20 جنيه وجود في سعر السوداء والسوق الموازي المتوقع بناء على المؤسسات العالمية كلها في الفترة الأخيرة كان يتحدث على أنهما يبقى ما بين مستوى الـ 40 جنيه والـ 45 جنيه على أقصى تقدير في الفترة القادمة بحيث أنه يكون تم القضاء على السوق السوداء بشكل كامل طيب من ضمن الأسئلة اللي شغلت ناس برضو حاليا هي أسعار الدهب واللي ارتفعت بشكل مبالغ فيه جدا وفيه ناس خايفة أنها تشتري وفيه ناس برضو عايزة تبيع خوفا من الإنخفاض تنصح الطرفين بيه طيب هو في الفترة الأخيرة كان فيه مبالغة في تسعيره جدا بداية على أنهما بيتم تسعيره على سعر السوق السوداء وحيانا بيتخطاها كمان وبيروح ساحب معها السعر السوق الموازي أو السوق السوداء فكان كل نصاحي للناس في الفترة الأخيرة هو أنت مبدئيا الاستثمار في الدهب يبقى ما بين 15 و 20% من إجمال المحفظة الاستثمارية بتاعتك وعلى مراحل مش برة واحدة بحيث أن انت تقدر تعمل متوسطات سعرية للأسف في ناس في الفترة الحالية اشتريت يمكن بنص فلوسها وفي ناس اشتريت بفلوسها كلها دهب فده بيعرضها أنه هو للتركيز للمخاطر مع المبلغة في التسعير فابتدوا هيحققها هو تسعير في الفترة الحالية فبالنسبة للناس اللي هي عندها دهب من الفترة السابقة يبتدوا يحاولوا أن هما يقللوا حيازاتهم من الدهب إلى موجود لو هما دخلين على أساس المضاربة لو هو داخل على أساس أنه هو استثمار من متوسط إلى طويل أجل وده لأنا بنصح فيه دايما للذهب يسيبه مع الزمن قيمة الذهب مع السنوات بترتفع بس في الوقت الحالي ما يتوقعش أن هي ممكن تجيب له رفح أو سعر أعلى من اللي هو موجود حالي لأنه ابتدى يتراجع وتراجع تقريبا في خلال الثلاث يام الأخيرة دي لو كلمنا على جرام 24 من حوالي 4700 جنيه لحوالي 3700 جنيه يعني أكثر من 1000 جنيه مصارف جرام 24 وبالنسبة لجرام 21 بعد ما كان وصل للمستويات الـ 450 وصل دلوقتي على مستويات الـ 3800 فلو هو يشاري على سعر أعلى من ده طبعا لا خلاص هو كده هيخسر لو باع في الوقت الحالي فخلاص يعملوا استثمار من متوسط إلى طويل الأجل بالنسبة للناس اللي عايزة تشتري لأ يتراجع شوية كده ويهدى لسه في مزيد من الانخفاض منتظر في الذهب في الفترة القادمة طيب يعني مثلا لو حد عنده ذهب ومش بحتاج أن هو يبيعه دلوقتي يسيبه كاستثمار ما يبيعش دلوقتي ويفضل معي بالزبط يسيبه 10 أو 15 سنة 20 سنة كل ما سبت الدهب فترات زمنية أطول كل ما كان العاعد عليه والربح اللي جاي منه أكبر طيب عرفنا برضو أنه تم القبض على بعض التجار اللي محتكرين سلع أساسية زي طبعا الزيت والرز وغيرها هل ده هيأثر على الأسعار الفترة اللي جاية ولا لا اه طبعا معظم الكيميات اللي تم ضطها ابتدت تتباع حاليا بالسعر الرسمي في السوق بدل ما كان هم بيسعروها بأعلى من الموجود بقى فيه حملات أمنية وحملات من وزارة التموين كمان بتنزل بيجبيره التاجر أنه هو يبيع المضبوطات اللي تم ضطها على السعر المرتفع أنه هو يبيعها بالسعر الرسمي كان فيه أكتر من حالة في خلال الأيام السابقة بالإضافة طبعا أنه هو الكيميات اللي كانت بتخزنة دي بتعمل شح في السوق وبتخلي الأسعار اللي حواليها ترتفع فلأما الكيميات دي تتوفر بتهدي الأسعار وبتقليل طيب فيه سؤال يمكن يكون بسيط بس الناس كتير بتسأل عليه في السوشيال ميديا إزاي نعرف أصلا سعر الحاجة الأساسية هو المفروض أن مجلس الوزراء كان مطلع قرار أن يتم تضاعة السعر الرسمي للسلع على المنتج نفسه وأنه هو هيتم مراقبة الأسواق بالشكل ده فيه سلع كتير مكتوب عليها السعر الرسمي بتاعها لو لقيت أن التاجر بيقولك سعر غير المضبوع على العبوة لأ تعرف أنه هو ده سعر احتكاري أو سعر مبالغ فيه ما تشتريش من عند الرجل ده وشوف حد تاني يكون بيبيع بالسعر الرسمي طيب ولما بنلاقي أن السعر أغلى في مكان عن مكان ما نشتريش وخلاص ولا فيه مثلا جهة ممكن نبلغها طبعا يبلغ جهاز حماية المستهلك أو بزارة التغمين في الأرقام بتاعاتهم طبعا مغروفة يبلغ بحيث أنه هو نقلل من عماية الاحتكار الموجودة في الوقت الحاجة أستاذ محمد رجب بشكر حضرتك جدا على المداخلة ترجمة نانسي قنقر